صباح الخير النهاردة بإذن الله هنعمل بسكوت صحي مكوناته سهلة جدا موجودة في كل بيوتنا البسكوت هيكون مناسب لأطفالنا اللي قبل عمر السنة واللي بعد عمر السنة عشان لو عايزة تعمل لطفلك اللي قبل عمر السنة تحطيه مع الزبادي فهو هيكون مناسب وكمان هيكون مناسب كسيناك ويكون مناسب مع الحليب في وجبة الإفطاو لطفلك اللي بعد عمر السنة كمان إحنا عملناه بكذا شكل عشان تختار الشكل اللي هيكون مناسب لك و اعمل ناب كذا تزيينه عشان نشجع اطفاله لو الفيديو عجبكم ياريت ما تنسوش تعملوا اعجاب بالفيديو عشان تشجعوني ان انا استمر اول حاجة عملتها جبت طبق واسع ونزلت عليه ببيضة وبعد كده نزلت بمبشور البرتقان او اللمون هتبشوري حاجة بسيطة كده بشرة بسيطة من مبشور البرتقان او اللمون و هتضفيل ده لطفلك اللي قبل عمر السنة لطفلك بقى اللي بعد عمر السنة لو عايزت زودي الفانيليا زودي انا زودت حوالي خمس او ستة نقط من الفانيليا ممكن تحط كس من الفانيليا وهنا هحط ربع كباية من الزيت زيت يكون زيت زاتون او زيت يكون نضيف بس لو تعمل طفلك اللي قبل عمر السنة حط حوالي ست معلق كبار من زيت الزاتون وهنا ضفت كمان حوالي اربع معلق كبار من عسل النحل ده للطفل اللي بعد عمر السنة طفلك اللي قبل عمر السنة هتضيف دبس الطمر او هتعملي اربع وخمس تمرات هتهرسهم كويس جدا وهتضفيه واخفكم كده مع بعض لحد ما المكونات كلها تختلط مع بعض انا هسيبلكم في صندوق الوصف المكونات اللي قبل عمر السنة واللي بعد عمر السنة وين هضفت كمان الدقيق انا هضف كباية ونص بس الاول ضفت الاول كباية كبيرة وضفت عليها نص معلقة من البيكنج بوضر وقلبهم مع بعض طفلك اللي قبل عمر السنة ما تضفيش البيكنج بوضر اكتفي بس بالبيضاء ممكن تزاودي بالطين وهنا اللبم مع بعض كويس جدا ونشوف العجينة معنا لو لانها لسه مرنة طريق اوي وكمان بتلزق يبقى هنضف كمان دقيق زي كده كده يعتبر عايزة كمان دقيق لانها ملمتش معنا فهبدأ ازود نص كباية تانية بالتدريج لحد ما احصل على العجينة تبقى متمسكة معايا ما تبقاش بتلزق يعني وحطت ايديك عليها ما تلزقش في ايديك هفضل اقلبهم بقى مع بعض كويس بالمعلقة وبعد كده عجنهم كده بأدية مش هعجنهم لا البسكوت ما بتعجنش هلفهم كده بأدية لحد ما مقوام العجينة تبقى كويسة وتتلمي كلها مع بعض بالطرقة اللي انتوا شايفينها دي تمامية كده تلمت يعني وفروض تبقى شكلها بالطرقة دي تكون نعمة قوي وتكون تلمت مع بعض بس ما تعجنهاش كتير عشان البسكوت يطلع طام حلو ويدوف البق حتى لما تيجي تحطيه مع الزبادي او مع الحليب يبوش بسرعة بعد كده سيبها خمس دقايق تهده او ترتاح وبعد كده اخد منها قطعة او مصها هفردها كده على سطح يكون علي شوية من الدقيق وهفردها كده بالفردت العيش لحد ما اعمل السمك اللي انت عايزاه لو عايزاه السمك يكون رفيع افرديها شوية بالفرادة كل ما يكون سمكة ورفيع كل ما البسكوتة هتطلع معاك مقرمشها لو عايزاه السمك يكون تخين البسكوتة من جوه هتطلع طريق بس برضو هتطلع طعمها حيب بعد ما فردت العجينة بالسمك اللي انا عايزاه هبدأ اسواء كده بالسكينة من الاطراف وهبدأ قطعها تقطعها بقى الشكل انت عايزاه انا هبدأ قطعها كده خطوط بالطول هخلي البسكوتة عبارة عن مستطيلة عايزاه مربعة عايزاه مدورة هتجيب الكوباية وهتبدأ تقطعها بقى طريق الكوباية فده التقطع ده او شكل البسكوتة ترجع لك انتي بس احنا بالفيديو عملناها بكذا الشكل ده اول شكل احنا هنعمله ان انا قطعتها بالسكينة بالشكل انت شايفينه ده شكل مستطيل ولو عايزاه ارفع من كده على قدم الطفل يمسكها ارفعيها شوية وبعد كده هرصها في الصينية وعمل بقيت الكمية بالطرقة دي بعد ما عملت الكمية كلها هجيب صفار وبيضة وحط على شوية من الفانيليا واخفق البيضة كده كويس وبالفرشة هبدأ اعجل وهبدأ ادهن قطع البسكوتة اللي انا عملتها هدهن الوش كله بعد ما دهنت الوش هزينه بقى بشوية من السمسم حبوب السمسم بس ده هيكون للطفل اللي بعد عمر السنتين قبل السنتين انت ممكن تحط السمسم نفسه مطحون في قلب البسكوت وانا حطيت كمان حبة البرقة او الحبة السودية تقدري تزيني باي حاجة عندك للطفل اللي بعد عمر السنة وانا انا عملت الصف اللي بعد كده خرامته كده خرام بسيطة بخل أو اي حاجة عندك مكروفايات خرامية هيد دي شكل حلو اول البسكوتة والشكل الثاني جبت الشجر كده وعملت فيه خطوط طبعا انت زيان يرجعلك انت بكده نكون عملنا اول صنية واول شكل معنا الشكل الثاني هجيب اي قطعات موجودة لها قطعات البسكوت انا عملت هنا بالقطعات اللي هي القلب الاشكالات اللي كانت موجودة عندي كنت فردة العجينة وبدأت اقطعها بالشكل انتو شايفينه ده كده هقطع كل العجينة بنفس الطريقة اواركو شكلها لما انا عملتها بالاشكالات عاملة ازاي ده شكلها عملت اشكالات على شكل شجرة وشكل قلب وشكل وردة وكمان زيانته هنا اي تازينة عندك لو عندك شوكولاتة هنا شوكولاتة الوان عندك اي حاجة زيانة بس يدهي كل الطفل اللي بعد عمر السنة وده كده شكلها بعد ما سويتها عايز اقول لكم ان تعموها رائعة جدا وكمان ريحتها كانت جميل انا سويتها على درجة حرارة مية وسبعين ما اخدتش مياه عشرين دقيقة انا كنت متابعها في الفرن بس كنت مسخناها الفرن الاول قبل ما دخلها سخمت حوالي دقتين وبعد كده دخلت فيه الصنيتين بعد كده عتسبي الفرن على درجة مية وعشرين وبعد خمستاشر دقيقة عتشو فيها لو لقتيها بدأت تاخد لون من تحت خلص تمام اطفع عنها وبعد كده فتحت عليها شوية من فوق اخدت اللون اللي انتو شايفينه ده بجد طعمه حلو قوي 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 وهتعجب اطفالكو وده الاشكالات كلها اللي انا عملتها ده القلب وده شكلها من تحت اللون بتاعها انا خليت اللون محمر شوية لو عايز اتخليه لونه فاتح فابرحتك وعايز اقول لك كل ما تخلي البس كودة في الاول قسمك بتاعها رفيع كل ما تبقى بتقرمش معاك وكو حلوة وده شكلها منجوبة عايز اقول لكم استوية وطعمها حلو جدا جدا وبالفة هنوصحها لاطفالكم لو جربتوها بجد حلوة او تستحق التجربة جربوها لاطفالكم هتعجبهم باذن الله وكنا حضلنا بالقناة قبل كده انواع تانية من البسكوتات تلات انواع كان في منهم بالعجوة وفي منهم بالطفاح وفي منهم بالشوفين هسيب لكم في صندوق الوصف الرغبة بتاعتها او هسيبها لكم في اول تعليق مسبت كانت عموم حلو جدا كمان لاطفالنا وباذن الله الفترة الجاية هنهتم بانواع كتير من البسكوت والكيكات لاطفالنا وبس كده ده كان فيديو النهاردة يارب يكون عجبكم واشوفكم على خير باذن الله في فيديو جديد ودومتم بالفة خير شكرا 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 شكرا